فكرة بكتبت ان في حد هيحميك مني فكرة ان الوات صوفة بتاعك ده راجل لا سمح الله لا صوفة راجل لا سمح الله ولا عندي حدة تحامى فيه واخرتها ايه هتموتني وماله عشان تبقى موتهم والدك وبعدين بتشغل بالك بيلاك ولا جاي تشوف مفيدة بعد ما البلد كلها بتتكلم عنها بعد ما شغلت عقله بعد ما بيجي رجالتها جايمين نايمين ما بيتكلمش غير عن مفيدة وجمال مفيد معرفت السنام؟ بالك مشغول؟ عايز تارف انا بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ وكده؟ وكده؟ تحدين يا بيت انت؟ ما بولك ايه؟ انا مش هعمل حساب لاي حاجة وياك تكوني فترة ان عبد الحكيم حيبقى بني وبينك تجيت لي يا حسن وحشدك مجنون يا بيت يبقى هو ده؟ لوب ناصلها مش زيي تحسسك انك الشاطر حسن ولا ملك الملوك وريم عجربة اللي عيش معها في بيت واحد يناموا عنها مفتحة ومش هقولك على ريتال هي صح متولدها كسرة بس سمها لسه فيها انما مفيدة كت الجنب الطيب اللي تميل عليه قلت اروح له غلبانة ومتكسرة ومش لاجية واول ما تشوفك هتدري متحترش ليك مش كده؟ اقولك تعال هتفرج علي النهار ده يا حسن هتطبس تكوي اللي انت قلتي ده صحيح؟ ريتال بقولك انا مش فيقالك دلوقتي انا مستعجلة وانا هيجي معاك يا شهد هتجي معايا على فين؟ انا كلمت حسن وقلت له ان انا هنزل معاك يا مصر عشان ما هضوه زينب وانت عرفتي من ايه؟ فوزايا كلمت حسن وقالت له وهو اللي قال لي قال لي ان انت نزل لمصر عشان تبقى حكاية زينب وانت جاي بقى عشان تطميني على زينب مش كده؟ عطبة؟ مش اختي؟ بعدين مالك فيه ايه؟ احنا مهما كان الكويات برضو دم واحد انا مش عارفة انت ظلموني ليه كده يا شهد انا اللي انا عملته ده عادي على فكرة تخيالي كده لو ابنك مات ورح منك هتعملي ايه؟ هتهد الدنيا على اللي فيها عارفة لو ابوك اللي موته مش هتسبيه اده انا غالي قوي يا شهد بكرا تجربي وتعرفي وانت بقى جاي تش ماتي ولا طبطب انا مش هرد عليك عارفة ليه؟ علشان اللي انا عملته خليك تقولي اكتر من كده يا شهد بس انا فعلا كيفة على زينب علشان زينب مش وش حبسة ولا بهدلة دي ممكن تموت هيا يعني انا هاجعد اهنه؟ بس انا عارفة ان البيت مش نضيف بس انا هجيبلك حد يخليهولك زي الفل قعودي بس كده واستهدي بالله لحد ما نشوف مين عمل معاك يا عاملة السودة دي هي يا مونة مفيش غيرها مونة دي هتملك لقابتها سبيها لي قريم انا خايفة خايفة جوي ما ترمنيش اهنه وتمشي يا بنت خايفة من ايه؟ البيت ده بيتي ملكي بس انا لازم امشي دلوقتي لازم اروح لعادل المستشفى هم؟